النهاردة كان فيه المفروض ملف أحمد أحمد أنت عارف المفروض كان يتحسم النهاردة الطعن اللي كان من قدمه بعد وقفه الأمور ما تحسمش ليه يعني النهاردة كان مفروض الحسم يعني لا فعلا ده كلام حضرتك سليم المفروض النهاردة كان يعني جلسة الاستماع والمفروض أنه كان منتظر قرار من المحكمة الرياضية الدولية سواء بتأييد العقوبة اللي عليه أو بيعني قبول الطعن بتاعه وإلغاء العقوبة ويبتدوا هم يشوفوا ملف بتاعه هيديروه زي الفترة اللي جاية لكن ده ما حصلش النهاردة النهاردة تم تأجيل صدور القرار لبكرة فممكن بكرة خلال فترة الصبح هيصدر قرار من المحكمة الرياضية الدولية بحسم الموقف أحمد أحمد يا إما أنه هيرجع وهيدرج اسمه في قائمة المرشحين لانتخابات رئاسة الكاف يا إما أنه هتؤيد العقوبة اللي أصدرتها لجنة الأخلاق في الفيفا وهينتهي ملف أحمد أحمد بشكل نهائي منك حتى لو خدنا الجانب أنه هو رجع أو كسب القضية دية ما لهاش خلاص تأثير أعتقد على الانتخابات ولا ممكن يكون لها ردود أفعال تأثر على القرار اللي تلع أو على الجلسة التنسيق اللي أنت قلتها لا زي ما حضرتك قلت هما ضمن الجلسة دي كان الكلام على النقطة دي أنه حتى وإن عاد أحمد أحمد للسباق الانتخابات الموضوع منتاي فهو موضوع منتاي وعهد أحمد أحمد في الكاف انتهى تماما وده باتفاق كل الأطراف اللي موجودة في انتخابات الكاف الفترة اللي جاي